ذكرت أن الناس تخاف من خمس أشياء وأن الناس تخاف من الله مع أن الخوف من الله يمكن خوف صح في الكتاب المقدس هناك فرق بين الخوف من مواجهة الله ومخافة الله مخافة الله هو أني أنا أحترم مشاعره لا أريد أن أحزنه بسبب تصرفات الخاطئة والذي يخاف الله هو الشخص الذي يهمه مشاعر الله لكن الذي يخاف من ربنا هو شخص الذي يخاف يواجه ربنا لأنه عارف أنه بإرادته يخطئ ولا يريد أن يتوب ففضل أنه ينسى تواجده في محضر الله ويحاول يشغل نفسه بأي حاجة تاني لأن الخوف لي عذاب لكن محبة الله الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج لكن الإنسان ما قدرش يواجه أول حاجة الإنسان مع ربنا بسبب الخطية أول عنصر خليه ارتعب وخاف نتيجة المواجهة في نهاية أيام لأنه معروف بأن الله مش فقط محب لكنه قاد عادل لكنه أيضا ديان عادل فأجرة الخطية موت وأجرة الخطية دينونة أجرة الخطية الإنسان يقتني ما صنعه فالإنسان خايف يواجه الله عشان كده كل الناس اللي حبوا يبعدوا عن الله ويهرموا منه خايفين نتيجة حاجة هو لكن من ناحية تاني الكتاب يحكي عن غير المؤمنين ليس خوف الله قدام عيونهم يعني معندهم مش هاي مخافة الله كأنه الله حطينه على جانب أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر غير المؤمن ليس مخافة الله قدامهم لأنه هو أقنع نفسه بأنه عنده السعداد يواجه فبيفعل كل الأمور لتنفيذ رغباته وفي نفس الوقت تتميم شهواته ومش حاطة مخافة الله لأنه خلاص باع القضية لكن لما بيفكر وبيحط نفسه في مواجهة بيرتعب من الداخل أمام عيونه في زلوكه لكن في أعماق قلبه هناك خوف اشتركوا في القناة